هل جربت أن تعيش مع إحساس الكفاية بالله؟ أن تكتفي بالله وحده عن كل شيء وتنشغل به وحده سبحانه وتعالى فيملأ فراغات نفسك وروحك فلا تشعر بغياب أحد دونه أو بعده عنك أليس الله بكاف عبده؟ عندما تظلم ولا تجد نصيرا واحدا يدافع عنك وكفى بالله نصيرا وعندما تشعر بالوحدة ويتحاشاك كل من حولك ويخذلك أقرب الناس إليك وكفى بالله وكيلة وعندما لا تجد من يقدر جهدك وتتهم دوما بالفشل والنقص والتقصير وكفى بالله عليمة اكتفي بالله وحده كفى به حسيبة ونصيرا وكافيا ووكيلة كفى به حبيبة كفى به أنيسا وجليسة كفى بالله فهو وحده جل وعلا الذي لا يغيب ولا يتركنا مهما بدر منا وعندها لن يفرق معك من خان من استهان من جرح من هتك من أهان من شتم من استحقر من اغتاب من كذب من خدع اكتفي بالله فكل شيء هالك إلا وجهها فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين أخيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إن أتممت المشاهدة فاترك أثرا طيبا تؤجر عليه سبح استغفر صلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله يحفظكم وأهليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا